لا مؤشرات على نوايا ميليشيا الحوثي للجنوح نحو السلام حيث تواصل الجماعة تستعراض قوتها العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلافاً لعروضها العسكرية السابقة استعرضت الميليشيا هذه المرة بطائرات مروحية حلقت في أجواء صنعاء لأول مرة من تماني سنوات بعد أيام من تحليق مماثل في محافظة إب منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي تهدف إلى خض التواجد العسكري في البلاد لم تلتزم الميليشيا بأي من بنودها بل على عكس ذلك استغلت الميليشيا الهدنة لحجد قواتها وإصلاح معداتها العسكرية بواسطة خبراء إيرانيين بشكل مستمر تسعى الميليشيا لنسف جهود السلام وهي اليوم تنسف ما تبقى منه من خلال عروضها العسكرية التي تأتي تزامناً مع ذكر انقلابها على الدولة بعد اشتياحها العاصمة صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014 تأتي هذه الاستعراضات الحوثية مع تنديد دولي بخرقات الميليشيا وحراك أممي ودولي لتوسعة الهدنة الأممية التي تنتهي مطلع اكتوبر المقبل وعلى الرغم من استجداء الحكومة المجتمع الدولي بضرورة إدزام الميليشيا بتنفيذ شروط الهدنة إلا أنها لا تزال عاجزة عن كسب ذلك في ظل تعنت الميليشيا من جهة وغياب ضغط حقيقي من المجتمع الدولي عليها من جهة أخرى اشتركوا في القناة